أكد عدد من المشاركين في المؤتمر الاقتصادي خلال لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أن توصيات المؤتمر قد عبرت عن كل الآراء التي طرحت خلال المؤتمر التوصيات عبرت عن كل الآراء التي قالت في ثلاثة أيام عمل في المؤتمر فخرجت التوصيات مناسبة جدا وواضحة جدا وأهم ما في توصيات هو تأكيد الرئيس على التزام الحكومة بها أهم التوصيات المعوقات التي كانت في الصناعة الحالية تنقشنا فيها بشكل عميق وتم الوصول إلى حلول فعلا كنا بالنادي عليها من فترة طويلة وأهمها كانت هو الرسم خريطة مصر الصناعية رقم واحد رقم اثنين لكسرة الضبطية القضائية التي يعاني منها المستثمر برضو عمل صندوق معين يخص المستثمرين بحيث أننا لا نكون في حوالي من 8 وزارات بتعمل الضبطية القضائية على المستثمر فأصبح حاليا جهة واحدة وهي التنمية الصناعية هذا المؤتمر لضم كل رجال أعمال والاقتصاديين وضم القوى الوطنية ورساء الأحزاب وأيضا ضم الشباب اللي بيعاني من قلة فرص العمل والشباب اللي بيلاقي صعوبات في أن يعمل مشروع هذا المؤتمر أعتقد أنه وضع حلول لكل هذا نتائج رائعة وهي طبعا زي ما قال الرئيس قال لك ممكن طالف في السياسة واقتصاد يقدر يحط كل كلامنا بس المهم هتتنفذ إزاي مش هتتنفذ غير الناس كلها في إيد واحدة والشعب كله في إيد مع بعضه وإن شاء الله نقدر ننفذها وإن شاء الله بكلنا دعمين لسيد الرئيس في إن شاء الله في أن نعدي الأزمة الاقتصادية دي ترجمة نانسي قنقر